السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا شباب النهاردة هنتكلم مع حضراتكو عن اخطر واكطر مرض بيصيب الكاتاكيت في الاسبوع الاول يعني حضرتك مثلا لو عندك كاتاكيت ولسه عمر اسبوع وفيها نافق عالي ترى ما هو السبب في موت الكاتاكيت في الاسبوع الاول ودايما اصابع الاتهام بتروح بقى ناحية الكاتكوت وحش اصلا من الاول الامهات هي الغلطانة المعمى الملوس ويبدأ هو صاحب الكاتاكيت يقول لك ايه لا انت الحرارة منازل عندك انت اللي عمالك مش مهتمين بالتربية كويس ومش عندهم خبرة ونبدأ ندخل في صراع ومشاكل وجدال وكلنا ناسيين ان العلاج تحت ايدينا نقدر ان احنا بسرعة اه نعالج الكاتاكيت قبل ما الامور تتفاقل طيب يا ترى اه هي المشكلة دي علاجها ايه اسبابها الحقيقية فين علشان ما نظلمش بعض كل دي معلومات هنعرفها النهاردة مع بعض لكن قبل ما نبدأ ما تنساش حالا تصلى على رسول الله في التعليقات وتشترك معنا في القناة علشان يصلك كل جديد ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله موضوح حلقتنا النهاردة يا شباب عن مرض او بكتيريا اسمها السلمونيلا واللي دايما بتكون المتهم الاول في المشاكل المعاوية اللي بتصيب الكاتاكيت في الاسبوع الاول يعني يكون فيه التهاب سرة عدم امتصاص كيس مح فيه انتفاخ وغازات فيه البطن تلاقي فيه زرقان حوالين فتحة السرة وتحس ان الكاتاكيت ما بتجبرش كده وما بتاكلش وايه اكلتها ضعيفة وطبعا النافئ عالي وده الشكل التشريحي او الشكل اللي انت بتشوفه تشريحيا طيب انت بعينيك كده بتشوف ايه داخل المزرعة بتشوف حضرتك ان الكاتاكيت بتتجمع على الطبق بتاع الاكل اه تحت الدفيات عاملة تجمعات كده ولزقف بعضها تهش الكاتاكيت مهما تهشها ترجع تلم تاني زي ما يكون الجو برد مع انك ظابط الحرار طيب احنا كده يا شباب عارفنا ان الشكل التشريحي ده والشكل اللي بنشوفه بعينينا ده بيكون مرض السلمونيلا السبب الحقيقي فين؟ السبب الحقيقي للسلمونيلا غالبا بيكون الاصابة من الام او من المعمل يعني غالبا بتكون الامهات هي اللي مصابة او المعمل فيه تلوث بالبكتيريا دي فبيحصل اختراق من خلال اشرة البيضة للكاتاكوت نفسه للجنين ويبدأ انه يصاب بالمرض ده فيسبب هذه الاعراض وغالبا يا جماعة عشان تكونوا فاهمين معظم المعامل ومعظم الامهات فيها نسبة يعني لكن هو الاختلاف هنا في النسبة دي ما تكونش عالية اه انا ممكن اول اسبوع يكون فيه عشرين تلاتين كاتاكوت نافق في العشر تلاف اول اسبوع مفيش مشكلة لكن لما يكون النافق عالي بيعد المية كل يوم فده معناه كده ان النسبة او المرض ده تمكن طبعا ممكن تلاقي بعض الكاتاكيت في الحالة دي اه فيه شوية عرج فيه انسداد في فتحة المجمع من ورا فيه طبعا السوائل بتكون لازجة فبتروح سد فتحة المجمع من ورا فتبدأ الكاتاكوت مش همفيش فتحة اخراج فيروح ايه فيروح ميت فالنسبة بتبقى مقبولة زي ما قلنا حضرتك لو هي اه النافق بسيط او المشكلة مش عاملة نافق عالي لكن لما بيكون النافق عالي بيعدي كل يوم نافق خمسين او مية او متين فطبعا ده بيبقى خسارة كبيرة وبيعمل مشاكل فعلشان كده يا شباب حضرتك بعد التلات يام التحطين اللي هما دايما بيكونوا تايلوزين مع كولستين لو بدأت الحالات دي تظهر والمشاكل والاسهالات واعراض اللي انا بقولها لحضرتك دي اه ظهرت اكتر ومختفتش بالعكس عملة تزيد معاك يعني في اليوم التالت والربع والخمس والسادس عملة تزيد معاك يبقى انت كده محتاج جرعة تانية من المضادات الحيوية اللي تشتغل على السلمونيلا زي النيومايسين الانرو الكولستين او ممكن تعمل مكس ما بينهم يعني انرو مع نيومايسين او انرو مع كولستين علشان تتفادى تفاكم المشكلة وبسرعة تعالجها من الاول طبعا ما تنساش تعزل الحالات الضعيفة اللي عمالين يلموا على بعض دول ياريت ان انت في الاول كده تعزلهم قبل ما يكون مصدر عدوى لباقي القطية الحاجة التانية والاخيرة بالنسبة للادوية يفضل ان حضرتك بسرعة تنزل فيتامينات زي الف دال ثلاثة هي احنا كده كده كنا بنحضن على فيتامين الف دال مع التاليزون والكولستين فحضرتك بقى لو هتكمل ببرنامج مضاد حيوي تاني في الرابع والخامس والسادس يفضل برضو انك مكمل بفيتامين الف دال بتركيز اعلى او بجرعة اعلى على اساس ان انت برضو تقلل من ظهور المشكلة دي وبكده يا شباب نكون خلصنا حالة النهاردة يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم الدكتور سام عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته